الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أزدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لا زلنا معكم في الكلام حول أمور الرقيا وأمور السحر والمس والعين والحسد الأمور التي يحتاجها المسلم وبالخصوص المسلم المريض المصاب بسحر أو مس ولا زلنا في التحذير من الشوائب والبدع ومن الأمور التي ليست من الرقيا الشرعية وهي دخيلة على الرقيا الشرعية بل هي دخلت هذا الباب لكي تنفر الناس عن العلاج بالقرآن بكلام رب العالمين وتنفرهم عن العلاج بالدعاء والأذكار تنفرهم بالعلاج بالطب النبوي الطب القطعي اليقيني الذي جاء به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنفرهم بالرقيا الشرعية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق القول والفعل والتقرير وعن طريق أصحابي رضي الله عنهم وأرضاهم الرقيا الشرعية التي يوجه إليها علماء السلف من الأئماء والتابعين وتابع التابعين والعلماء الأجلاء الذين سبقوهم بالإحسان إلى يوم الدين الرقيا الشرعية الكفيلة بدفع والكفيلة بالتحصن من الشيطان الرجيم ومن السحر ومن العين لكن للأسف الشديد الكثير من الرقاة هم ليسوا برقاة أصلا وليسوا بمعالجين شرعيين لكن العوامى الذين لا يعرفون أحكام الرقيا الشرعية ولا يعرفون الفتاوى الشرعية فتاوى العلماء الأجلاء هم الذين شهروا بهم هم الذين شهروا بهم وجعلوا لهم مكانة كبيرة بين الناس وجعلوهم على أنهم أطباء وعلى أنهم رقاة كبار مشهورون في المعمورة وفي الحقيقة رقيتهم غير شرعية رقيتهم مخالفة للشرع تماما بعيدة كل البعد عن الرقية الشرعية واليوم أحدثكم عن حالة من حالات هذه الرقاة التي تخالف الشرع مباشرة تخالف الشرع بل تخالف العقيدة الصحيحة تخالف التوحيد بل هي رقية ضد الشرع وضد التوحيد وضد العقيدة السلفية الصحيحة فاليوم موضوع خطير جدا يحتاج منكم الإصغاء ويحتاج منكم الوعي ويحتاج منكم التفكير ويحتاج منكم الاتباع لكي تعرفوا هذا الأمر جيدا بأنه خطير فعلا لأنه يدعو إلى محاربة الرقية الشرعية محاربة القرآن الكريم محاربة السنة المطهرة محاربة التوحيد ومحاربة العقيدة للأسف الشديد المسألة التي أردت أن أكلمكم فيها اليوم هي أنه هناك أحد الرقات المشهورون الآن محتسبون على الرقية الشرعية وهذا ما يسمى بربيع نعيم وهو مغربي لأسف الشديد قد اشتهر بين العوام عند الناس لكن في الحقيقة رقيته غير شرعية وقد حذرنا من كثير الأمور التي يفعلها فهي لما رجعنا إلى الكتاب والسنة وإلى فتاوى العلماء الأجلاء وجدنا رقيته غير شرعية هي عند العوام رقية جيدة رقية عظيمة لأنها مشهورة لأنها مشهورة لكن نحن نتكلم عن الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح فإذا رجعنا إلى الكتاب والسنة وإلى فتاوى العلماء الأجلاء المعاصرين نجدها عبارة عن تخريفات وعبارة عن بدع وخزعبلات بعيدة كل البعد عن الرقية الشرعية فيما بينها الحوار مع الشياطين فالحوار مع الشياطين للساعات وساعات 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 هذا غير شرعي هذا غير شرعي وقد بينا خطورته العقدية والنفسية والصحية والمادية على المريض قلنا كم من مرة أن الإنسان يأتيه لا بأس عليه يتكلم معه في وعيه وعقله فيخرج من عنده وقد تحكم فيه ذلك الشيطان بسبب ذلك الحوار الذي يفعله لمدة ساعات وساعات فالحوار مع الشياطين يؤدي إلى المهالك والمسألة التي أتكلم عنها اليوم من المهالك التي خرجت بسبب هذا الحوار مع الشياطين ألا وهي مهلكة السجود لغير الله سبحانه وتعالى فمسألة السجود لغير الله مسألة خطيرة جدا جدا وتدخل في الشرك وهي مناقضة للتوحيد لأن السجود لا يكون إلا لرب العالمين إلا لرب السماوات والأرض فهذا الآخ للأسب الشديد له مقطع في فيديو كان يرقي في أخت وبحواره لأولئك الشياطين المتسلطون على تلك الأخت المسلمة المسكينة المغيبة في تلك اللحبة هم عبارة على شياطين كأنهم جنود وكأن أميرهم كبير شيطان كبير إبليس من الأبالسة كما نرى الحوار فيما بينه وبين هذا الراقي فلما أحس هذا الراقي ولا أعرف كيف أحس بوجود ذلك الشيطان الذي يسمى أو الذي سماه هذا الراقي بنزار لما أحس بوجوده قال بصوت مختلف عن صوته الحقيقي قد جاء نزار وجود لنزار ويستحق الأدب وهو الصاحب عقل وبدأ يزكي في هذا نزار وهذا نزار أصلا شيطان هذا نزار أصلا شيطان زكاهم بكلمات لا تليق أن تقال في حق الشيطان لأن الشيطان الشيطان أمر أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وأمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة المطهرة بالتعوذ من الشيطان قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أي شيطان الجن والإنس وقال تعالى إن نزغك فإن نزغك نزغ من الشيطان فاستعد بالله أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستعادة إذا حذر الشيطان أو إذا نزغ نزغا من الشيطان أن نستعيد بالله منه وليس أن نحترمه ونبجله ونرفع قدره بكلمات لا تقال إلا لصاحبي مكانة وصاحبي قدر واحترام للأسف الشديد هذه النقطة النقطة الأخرى سواء هذا الراقي أمر هذه الأخت بالسجود لهذا الشيطان اللعين ألا وهو نزار أو لم يأمرها هو في الحقيقة يقول لم أأمرها ولكن في الفيديو يظهر أنه أمرها بغض النظر أنه لم يأمرها المهم أقرها على السجود لهذا الشيطان لأن هذه المسلمة والأخت المؤمنة المغيبة في تلك اللحظة بسبب تسلط الشياطين عليها سجدت بين يدي هذا الشيطان نزار وبحضرة هذا الراقي الذي يسمى راقي وأنا أراه بأنه راقي غير شرعي لأن هذا الفعل الذي وقع بين يديه منكر عظيم منكر عظيم كيف يترك الأخت المسلمة الملتزمة المؤمنة يتركها تجد بين يدي الشيطان اللعين ويقرها على ذلك ولا يمنعها من السجود وهذا بسبب الحوار فلما حاور هؤلاء الشياطين فعلوا به هذه الأفعيل فجعلوه يتقرب إليهم بماذا بهذا الفعل المشين وبهذا المنكر العظيم أنه يقبل سجود أخت مسلمة مسكينة تجد لهذا الشيطان نزار اللعين وحكم السجود لغير الله سبحانه وتعالى معروف وقد تكلم فيه العلماء وبيّنوه وحذّروا منه فقال العلام نجم الدين الطوفي في كتاب الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية وهو يفسر قوله تعالى وخرّوا له سجده الآية في سورة يوسف الآية 100 قال أي سجود تحية لا عبادة ولم يزل الناس كذلك حتى حرّمه الله تمييزا لله عز وجل بهذه العبادة الخاصة دون غيره فمن سجد لغير الله عز وجل قاصدا لعبادته عالما بتحريم ذلك كفر فهذا قول العلام الأصولي الطوفي في كتابه الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية قال السجود قبل الإسلام كان معروف وكان موجود بين الناس وهذه سورة يوسف لما خرّوا له سجداء أي أبواه قال أي سجود التحية لا عبادة أي خرّوا له سجدا تحية وهذا كان معروف في شرع من قبلنا أما في شرعنا فيحرم السجود مطلقا سواء كان لتحية أو كان لعبادة فقال ولم يزل الناس كذلك حتى حرّمه الإسلام أي حرّم هذا السجود تمييزا لله عز وجل بهذه العبادة الخاصة دون غيره فالسجود مميز لله سبحانه وتعالى وهذه عبادة خاصة لا تكون إلا لرب العالمين قال فمن سجد لغير الله عز وجل قاصد لعبادته عالما بتحريم ذلك كفر والعياذ بالله وقال تعالى وأن المساجد لله قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله ووجه الدلالة أن الله تعالى أخبر أن المساجد وهي مواضع السجود وأعضاء السجود لله ورتب على ذلك قوله فلا تدعو مع الله أحدا أي لا تعبد معه غيره فتجد له كذا في الشرح ثلاثة الأسور فالسجود لا يكون إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى فهذا الراقي والذي يسمى راقي وأنا أراه بأنه ليس براقي لأن رقيته غير شرعية وفيها الطوام والطوام والطوام للأسف الشديد سجدت هذه الأخت بين يديه وأقرها على ذلك الفعل ولم يتحذك ساكنا بل ذلك السجود الذي سجدته الأخت المسلمة المغيبة في تلك اللحظة بسبب تسلط الشيطان عليها كان بسببه هو بسبب هذا الراقي كان ذاك السجود فالمرأة لو كانت في وعيها وفي عقلها وكانت في حالة يقضى وعلمت بما يفعل ذلك الراقي ما قبلت بذلك الأمر أكيد لا تقبل أن تجهد لشيطان اسمه النزار كيف يقبل المسلم أن يجهد لشيطان من المستحيلات المجنون لا يقبل أن يجهد إلى شيطان فكيف بامرأة مسلمة مؤمنة عاقلة فبسبب حواره لأولئك الشياطين وصل إلى هذه الدرجة من التخريف ومن البدع والخزعبلات نسأل الله السلامة سئل الإمام النووي رحمه الله عن السجود الذي يفعله بعض الناس بين يدي المشايخ ونحوهم ما حكمه فأجاب عن ذلك بقوله هو حرام أشد التحريم فالسجود الذي يفعله بعض المريدين لمشايخهم حرام أشد التحريم وقال كذلك إن ذلك حرام قطعا بكل حال سواء كان إلى القبلة أو غيرها وسواء انقصد السجود لله تعالى أو غفله وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر عافان الله تعالى فالسجود لا يكون إلا لرب الوجود لا يكون زي رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ فإنه شرك من الساجد والمسجود له والعجب أنهم يقولون هذا ليس سجود وإنما هو وضع الرأس قدام الشيخ احتراما وتواضعا فيقال لهؤلاء ولو سميتموه ما سميتموه فحقيقة السجود وضع الرأس لمن يجد له وكذلك السجود للصنم والشمس والنجم والحجر كله وضع الرأس قدامه فهذا قول ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 74 و300 قال السجود للمشيخ سواء كان احتراما أو كانت تحية أو كانت تواضعا وتقديرا أو كان أي شيء فهو حرام لا يجوز بأي حال من الأحوال فالسجود لغير الله سواء لشيخ أو صنم أو شمس أو قمر أو حجر كله شرك فما بالكم عباد الله فما بالكم أيها الإخوة فما بالكم أيها المرضى فما بالكم بالسجود للشيطان فهذا أعظم وأعظم شرك بالله والعيد بالله فأين العقدة والتوحيد الذي يتبجح به هذا الراق المسكين الذي يرضى ويقبل لأخته المسلمة لأخته الله أن تجهد لشيطان اسمه نزعر سبحان الله هذا رضي بذلك السجود بسبب حواره المكرفس بسبب دجله بسبب حواره الذي بينه وبين هؤلاء الشياطين وصل الأمر إلى أن يقع الشرك بين يديه وقع الشرك بين يديه هذه المرأة لما سجدت لهذا الشيطان الذي اسمه نزار هذا الفعل هذا الفعل حتى ولو لم يأمر به هذا الراقي ماذا يعتبر ماذا يسمى هذه الصورة ماذا تسمى هذه الصورة وهذا المنظر وهذا الفعل ألوه هو السجود الأخت لذلك الشيطان الذي اسمه نزار هذا الشرك هذا الشرك يعلمه كل سغير وكبير يعلمه المتعلم والجاهل يعلمه كل من عنده فطرة فطرة العقيدة السليمة وفطرة التوحيد هذا الفعل الذي قامت به هذه المرأة المسكينة المغيبة تماما بسبب الشيطان الذي يسكنها والذي سجد لنزار عن طريقها وبجسدها وبأعضائها هذا الفعل يسمى الشرك هذا الفعل يسمى الشرك وهذا الشرك أين وقع؟ وقع أمام أعين هذا المعالج وبسبب هذا المعالج وبسبب ذلك الحوار الذي فعله مع هؤلاء الشيطان وقع هذا الشرك فماذا يكون حال هذا المعالج؟ هل هذا معالج شرعي؟ هل هذا معالج الذي يتبجح بأن رقيته شرعية واجتهاداته شرعية وأنه يعلم أكثر مما يعلم العلماء الأجلاء الكبار في ميدان الرقية؟ هل هذه رقية شرعية؟ هل هذه الرقية التي أردت من العلماء وطلبت من العلماء أن يتعلموها ويعرفوها يعرفوا الشرك والعياذ بالله يعرفون هذا المنكر يعرفون السجود لغير الله سبحانه وتعالى يعرفون الحوار مع الشياطين والجلس مع الشياطين يعرفون لعب الشياطين بك نسأل الله العافية والعفوة والسلام والعياذ بالله فأين العقيدة والتوحيد الذي يتبجح به أين بارك الله فيكم أيقبل مسلم عنده عقيدة وتوحيد أن يقع هذا بين يديه فأين عقله وأين معرفته بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الفعل وقوله لمعاذ بن جبر رضي الله عنه لما سجد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو يقول أنا صاحب التوحيد وأنا صاحب عقيدة وأقرأ العقيدة وأقرأ التوحيد وأعلم التوحيد أين هذا التوحيد الذي تقرأه يا مسكين أليس هذا الحادث الذي سأذكره الآن وهذه الحادثة نفسها وقعت في وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرف معاذ ولكن حاشا فمعاذ رضي الله عنه صحابي جليل لمن سجد سجد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أما هذه المرأة المسكينة يسكنها متصلط عليها الشيطان يرغمها عن أنفها ويجعلها تجهد للشيطان اللعين عدو الله سبحانه وتعالى وعدو الإسلام وعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت ترى وتنظر وتتبجح وتزكي ذلك الشيطان بتسكيات لم تزكي بها أحد من الرقات أو أحد من إخوانك الذين ترى بأنهم قد ظلموك وقد شتموك وقد حسدوك وقد حقدوا عليك وقد أصابوك بالعين هذا إفتراء وكذب هذا إفتراء وكذب تزكي الشيطان وتذم إخوانك المسلمين سبحان الله هذه الحادثة وقعت أي حادثة السجود حادثة السجود أنا أتكلم عن السجود حادثة السجود في باب عقدي حادرت في وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الحديث في كتب التوحيد فكيف أنت تقول بأنني أقرأ التوحيد وأعلم التوحيد وأقرأ العقيدة ولا تعرف هذا الحديث كيف غاب عنك هذا الحديث وهو الأساس في هذا الباب كل من تكلم في باب السجود لغير الله استدل بهذا الحديث فأين أنت من التوحيد ومن العقيدة إذا كنت لا تعرف هذا الحديث اسمعوا معي بارك الله فيكم لما قدم معاذ بن جبر رضي الله عنه إلى الشام وجدهم يجدون لأساقفتهم أي بمعنى زعمائهم وذلك قبل أن يسلموا فلما رجع معاذ سجد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هذا يا معاذ فقال رأيتهم يجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يجد لك يا رسول الله من أساقفتهم بالسجود فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يجد لأحد لأمرت المرأة أن تجد لزوجها من عظم حقه عليها والحديث الصحية هكذا غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل معاذ وهو السجود لغير الله فأين أنت من هذا النص الشرعي من هذا الفعل الذي فعله معاذ وغيره النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأين التوحيد الذي تتبجح به أين العقيدة التي تتبجح بها في باب في عالم غيبي عالم الشياطين لا يجوز لك أن تحاور الشياطين بسبب حوارك للشياطين أوصلك إلى هذه المهالك وإلى هذه الخزعبلات وإلى هذه الضاللات ألا وهو الشرك بالله يقع الشرك بين يديك يقع الشرك بين يديك وتقره على الأقل تفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى معاذ على الأقل تنهى عن هذا الفعل والعلماء سدوا باب الحوار لهذه الأمور لأن الحوار مع الشياطين يوصل إلى الشرك ويوصل إلى الكفر ويوصل إلى الاستعادة بهم فيدخل الشخص إلى الكفر بدون أن يشعر ويدخله إلى فعل السحرة والمجرمين بدون أن يشعر فأنت إذا لم تأمر هذه المرأة بالسجود فأنت دخلت في باب الإقرار أقريتها على ذلك الفعل ألوى هو السجود لغير الله وأي سجود السجود للشيطان الرجيم السجود للنزار كما تسميه أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترمي علماء العقيدة والتوحيد بالجهل في أمر الرقية وتطعن بهم وهل هذه رقية التي يجد فيها لغير الله ويجد فيها للشيطان التي تدعو للسجود لغير الله وللسجود للشياطين هل هذه تسميها رقية؟ هل هذه التي تعيب فيها العلماء لأنهم لا يعرفونها؟ فقه الواقع كما تقول لا يعرفون الميدان ميدان الرقية؟ هل هذه رقية حتى يعرفها العلماء؟ ننزه أئمتنا وعلماءنا من هذه الخزعبلات والبدع حاشاهم أن يدخلوا في هذا الباب أو يعرفوه لأنه عبارة عن خزعبلات وبدع وظللات وحاشاهم وحاشاهم هل تخشى الله؟ وتتوب من هذا المنكر العظيم وهو دعوتك وإن لم تكن دعوتك فإقرارك للأخت المسكينة المغيبة عقلياً في تلك اللحظة تقرها على السجود للشيطان العدو المبين هل هذه رقية شرعية؟ هل هذه رقية شرعية؟ بالله عليكم التي التي تخرب بها عقيدة المسلمين؟ الرقية التي تقر المرضى والمسحورين على الشرك بالله؟ السجود لغير الله؟ وأي سجود السجود للشيطان؟ هل بقي الشك لأحد من الأشخاص أنك تعمل مع هؤلاء الشياطين؟ لأبعاد أو لإبعاد المسلمين عن العلاج بكلام ربهم؟ هل تخشى الله؟ هل تخشى الله وتتقيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والمرضى ألا تتقوا الله في عدبي ذهابكم إلى هذا المخرف؟ هل بقي لكم شك في ذلك أهينت هذه الأخت المسلمة المسكينة إيهانة عظيمة بأن وضعت أشرف ما فيها وهو وجهها بين يدي شيطان الرجيم نزار كما تقول هذا أخطر شيء أن تأتي أخت مسلمة مؤمنة تخشى الله تعبد الله سبحانه وتعالى فتضع أشرف ما فيها وهو وجهها تضعه بين يدي شيطان والعياذ بالله شيطان الرجيم بين هذا الشيطان الذي يسمى نزار والعياذ بالله أيرضى أحد من المسلمين هذا الفعل المشين أيرضى أحد من المسلمين هذا الشرك أن تقر هذه المرأة المسكينة أن تجهد لغير الله ولمن لم تجهد لرسول أو ملك حتى ولو فعلت ذلك فيعتبر أيضا شرك ولكن سجدت للشيطان سجدت للشيطان وأنت ترى بأم عينيك وأنت الذي دفعتها إلى هذا الفعل المشين بحضور هذا الشيطان الرجيم ألا وهو نزار بهذا الحوار لم تسلط شيطانها فقط الذي كان يسكنها لم تجعل شيطانها الذي كان يسكنها هو الذي يتحكم فقط بل بهذا الحوار جئت بالكثير من الشياطين جئت بهذا الشيطان الذي أسميته نزار وقلت بأنه أمير ويحترم وذو عقل وذو كذا وذو كذا وذو كذا والأمير إذا جاء يأتي لوحده أكيد يأتي معه الكثير من الشياطين فبسبب هذا الحوار فبسبب هذا الحوار أصبح ذلك المجلس الذي سجدت فيه تلك المرأة لغير الله وسجدت فيه للشيطان أصبح مجلس كله شيطان أصبح مجلس مملوء بالشياطين والعياذ بالله تقر هذا الفعل أنت لم تأمرها نسلم ذلك ونسلم لك ذلك بأنك لم تأمرها بالسجود المهمة هي سجدت هي سجدت لمن سجدت؟ سجدت لشيطان اسمه نزار كما أسميته أنت هل يجوز فعل ذلك الفعل؟ قد ذكرت لك الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قادم معاذ بن جبل من الشام ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد مباشرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يا رسول الله أنت أحق بالسجود منهم فماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نهاه عن السجود لغير الله قال لو كنت آمرا أحدا أن يجد لأحد لأمرت المرأة أن تجد لزوجها لعظم حقه عليها فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقر معاذ بن جبل وهو أعلم الصحابة بالحلال والحرام لم يقره على ذلك الفعل ألا وهو السجود لغير الله فما بالك أنت تأتي بنزار بسبب الحوار وتحذر ذلك الشيطان الذي يسكن تلك المرأة بسبب الحوار وأيضا تبجل وتمدح وتفتخر بهذا نزار بأنه صاحب عقل راجح وبأنه إنسان متأد وبأنه كذا وبأنه كذا وبأنه كذا تبجل الشياطين وتتهم وتسب إخوانك من المسلمين ألا تخشى الله ألا تتق الله ألا تخاف الله ألا ترجع إلى رجدك فالأمر خطير فالأمر يؤدي إلى المهالك يؤدي إلى المصائب يؤدي إلى غضب رب العزة فهذا أمر خطير ألا وهو السجود أعظم عبادة هي السجود إلى الله سبحانه وتعالى وهذه خاصية من خصوصية الله سبحانه وتعالى السجود لا يكون إلا لرب الأرباب رب العباد رب السماوات والأرض هذا الذي وقع بين يديك تقره بأن لا تنهي هذا المنكر ولا تغير هذا المنكر وهذا بسبب الحوار بسبب مصيبة الحوار التي نهى عنها العلماء الأجلاء نهى عنها العلماء الأجلاء لأنهم يعلمون العالم ليس كالأحمق والمغفل الإنسان الذي ليس له عقل راجح ولا يعرف أين الأمور تسير وأين تمشي فهذا الأمر فيه فتنة عظيمة ألا وهو الحوار مع الشياطين فقد أدى بك هذا الحوار إلى ماذا؟ إلا أنك أصبحت تحذر الشياطين بذلك الحوار وبذلك النقاش تحذر حتى الشياطين خارج الجلسة خارج المرأة الأصل في العلاج أنه عندما يأتي رجل أو امرأة بها الشيطان أننا ندفعه عن هذا المريض كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ابن عمر بن العاص قال له أدنه افتح فاك قال له أخرج يا عدو والله أنا رسول الله ثم قال له ألحق بعملك فالنبي صلى الله عليه وسلم طارد الشيطان من جسدي ابن عمر بن العاص هذا هو الفعل الشرعي الذي يجوز أن يقال وأن يقوم به الراقي الشرعي لا العكس يأتينا المريض عنده شيطان واحد أي بمعنى ذلك المجلس يكون فيه الراقي وفيه المريض وفيه الشيطان المتسلط على ذلك المريض فيأتي الراقي بتلك البدعة وبتلك الخزعبلات والضللات فيحاور ذلك الشيطان وذلك الشيطان يقول له أنا بعثني الأمير وأميري اسمه نزار وعنده جيش وهو قادم وهو الآن قد حذر ويجب أن نجد إليه فقام ذلك الشيطان المتسلط على المرأة المسلمة المسكينة المؤمنة المرأة التقية النقية المرأة التي تعبد الله ربا وتتخذ الإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا فيرغمها ذلك الشيطان المتسلط عليها الذي يسكنها بالسجود لمن؟ لمن؟ لو سجدت للراقي لكان الأمر أهوا مع أنه يكون أيضا شرك لكن سجدت لأعظم عدو لله ولرسوله وللملائكة وللأنبياء وللمسلمين جعلها تجهد للشيطان الرجيم أي رقية هذه التي يرغم فيها المريض أن يجهد للشيطان؟ أي رقية؟ والله وبالله وطل الله أي رقية هذه؟ هذه ما هي إلا ظلالة وبدعة وخزعبلات وظلالات هذه والعياذ بالله هذه مهلكة هذه والله مهلكة مهلكة والعياذ بالله قال الإمام بن القيم رحمه الله في الزاد وأذل، اسمع جيدا، وأذل ما يكون العبد، وأذل ما يكون العبد، وأخضع إذا كان ساجدا، أعظم شيء يكون فيه العبد، خاضعا لله، ومذلولا أمام الله هو أن يكون ساجدا، فلذلك الشيطان استدرجك إلى هذه العبادة الخطيرة، ألا وهي السجود؟ فسجد بين يديك إلى الشيطان الرجيم، فأقريته على ذلك والعياذ بالله سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله ما الفرق بينك وبين الساحر؟ لما يدل الساحر المريض بذلك السؤال الذي يمليه عليه الشيطان، فيطلب من المريض اسمه واسم أمه، وهذا السؤال يطرح من طرف الساحر لأن الشيطان يشترطه على الساحر من أجل إذلال ذلك المريض، وهذا السؤال يجعل ذلك المريض ينتسب إلى أمه، أي بمعنى هذا المريض ابن زنة، لا أبى له لكي يفرح الشيطان بهذا السؤال من طرف الساحر لذلك المريض يجعل الشيطان يفرح، لكن الساحر ما دعا ذلك المريض أن يجد لذلك الشيطان، ولا يستطيع أن يفعل ذلك لأنه معروف بأنه ساحر، والمريض لا يفعل ذلك لأنه في الأخير يعرف بأن ذلك ساحر فأنت فعلت أكثر مما يفعله الساحر والعياذ بالله، بل الأمر أعظم، الساحر لم يطلب من المريض أن يجهد لشيطانه الذي يعمل معه والذي يعبده، أنت طالبت ذلك من الأخت المسكينة أن تجهد بين يدي الشيطان نزار قال الشيخ الإسلام بالتيمية رحمه الله أما السجود لغير الله وعبادته فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسول الله بدلما تقرأ القرآن أثناء الرقية وتذكر آيات السجود فيجهد الشيطان اللعين لله رب العالمين طوعا أو كرها كما قال تعالى ولله يجهد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال بدلما تقرأ آيات السجود فتجهد أنت ومن معك من المرضى لله رب العالمين طلبا للشفاء والإعانة على الدفع والتخلص من الشيطان الرجيم كما قال تعالى واجهد واقترب وقال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ألا تعلم أن الله تعالى قال فاجهد لله واعبدوا فاجهد لله واعبدوا ألا تعلم أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واجهدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلعون ألم تعلم أن الله نهى عن السجود لغير الله فقال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تجهدوا للشمس ولا للقمر واجهدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فماذا فعلت أنت أحضرت شياطين من الجن وليس ذلك الشيطان المتصلط على المسحورة فقط بل أحضرت شياطين ودعوتهم للسجود لغير الله رب العالمين أي علم تتبجح به في الرقية وأي رقية هذه التي فيها الشرك بالله بل أعظم شرك ألا وهو السجود لغير الله بل السجود لمن؟ للشيطان تب إلى الله ولا تكن معاندا وتحاول أن تتبرر أو تبرر هذا الفعل المشين بإقرارك للمسلمة أن تجود للشيطان الرجيم والعياذ بالله والعياذ بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله أبعد هذا السجود الذي سجدته الأخت المسلمة المريضة للشيطان الرجيم أيترك هذا الشيطان؟ هذا الشيطان الذي جاء معها المتصلط عليها لما سجدت هذه الأخت أتشفى من السحر؟ أيترك هذا الشيطان لما فعلت هذه المعصية العظيمة؟ هل يترك هذا الشيطان ويبتعد عنها؟ نحن ندعو الأخت إلى الصلاة إلى السجود لله إلى البكاء إلى الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد ندعوها إلى السجود والبكاء والتذرع وأن تضع أشرف ما فيها وهو الوجه في الأرض إنابة وخضوعا وذل لرب العالمين لكي يرفع عنها البلاء ولكي تشفى فما بالكم إذا دعوناها أن تجد للشيطان؟ كيف يتم هذا الشفاء؟ هذا السجود المعصية العظمى وهذا الشرك يجعل الشيطان يكبر يكبر ويكبر 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 يجعل الشيطان يتسلط عليها أكثر يجعل الشيطان يتحكم فيها أكثر ألم تعرف ذلك الحديث؟ كيف تتبجع وتقول أنا طالب علم وأنا صاحب عقيدة وأطلب التوحيد وأطلب العقيدة وأتوجه وتنصح وتدعو العلماء الأجلاء السلفين الكبار أصحاب الفتوى بأن يتعلموا هذه الرقع وهذه البدع والخزع بلد ألا تعرف بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان رديفا له صحابي من الصحابة ثم عثرت الدابة فقال تعس الشيطان ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا تسبه فيكبر فيصبح مثل الدار واستعد بالله منه فيصبح مثل الذبابة وفي رواية فاسمي الله الشيطان يكبر لما الإنسان يعصي الله سبحانه وتعالى لما يسبه فقط فما بالكم إذا سجد له فما بالكم إذا أشرك بالله فما بالكم إذا فعل منقر عظيم ألا وهو السجود لغير الله ولمن؟ للشيطان في حد ذاته فماذا يكون حاله هذا الشيطان اللعين؟ ألا يكبر ويصبح مثل الدار؟ ألا يكبر ويصبح مثل الدار والدار والدار؟ ألا يزداد تحكما وتسلطا على هذه المرأة المسكينة المريضة؟ ألم تطعمه؟ ألم تجعله كبيرا؟ بسبب هذا الشرك والعياذ بالله؟ هل تشبه هذه الأخذ بعد هذه الحادثة التي سجدت فيها للشيطان نزار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أليس ما قمت به إعانة للشياطين؟ أليس هذا من فعل أولياء الشياطين من السحر والعرافين؟ أنا والله أنصحك في سبيل الله أنا أنصحك لله رب العالمين أترك الرقية فإنك لست منها يا مسكين تتلاعب على عقول المرضى المسكين لأنهم لا يعرفون أحكام الرقية الشرعية ولا يعرفون فتاوى العلماء التي حذرت مما تقوم به من حوار مع الشياطين واستعانة بهم لمعرفة مكان السحر نصيحة للمرضى أنا أنصح المرضى أنصحهم أيها المرضى أو أيها المريض إن كنت فعلا تخشى على دينك وعلى عقيدتك وعلى صحتك فلا تذهب لمثل هؤلاء وما أكثرهم لا كثرهم الله حافظ على دينك أولا وحافظ على عقلك وصحتك ثانيا فلا تذهب لهؤلاء فلا تذهب لهؤلاء والله الذي لا إله إلا ما يزيدونكم إلا عناء وتعبا وشقاء ما يزيدون الشياطين إلا تصليطا عليكم هؤلاء يتعاملون مع الشياطين والله العظيم يتعاملون مع الشياطين فلما تجد هذا المعالج يمازح يمازح ويضاحك ويبتسم ويصافح يضع يده في يد الشيطان لما الشيطان يحضر بجسد المريض ويصبح الشيطان يتكلم على لسان المريض ويحرك أعضائه أي بمعنى المريض مغيب المريض وكأنه نائم فأمامي الآن الشيطان يتكلم على لسان المريض وينظر بعين المريض النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام كان يأكل فجاءت جارية فأدخلت يدها وفي رواية أخرى جاء صبي فأدخل يده فقال فأمسك يده النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيطان أراد أن يفسد عليكم طعامكم أو كما قال عليه صلى الله عليه وسلم فأمسك يد الشيطان أمسك يد الشيطان في يد ذلك الصبي أو تلك الجارية التي جاءت وأرادت أن تفسد الطعام فأنت عندما تضع يدك في يد المريض في تلك اللحظة بحضور ذلك الشيطان كأنك تضع يدك في يد الشيطان تصافح الشيطان سبحان الله تصافحه وفي تلك اللحظة التي تصافحه فيها تبتسم وتضحك وهذا موجود هذا ليس ابتراء أو كذب أو تلفيق هذا موجود رأيناه ونراه تبتسم له وتضاحكه تمازحه تتكلم معه تحادثه كأنه صديق والمرأة الموجود بها مس رأيت شريط آخر امرأة تتكلم عن الماصونية جاءت بكراس وقلم وأصبحت تكتب له وتوضح له الخريطة وتوضح له البيانات كأنه درس في الرياضيات وهو جالس بجوارها ويسألها وتجيبه ويجيبها وتسأله وتضحك وتهرد وهي المسيطرة على المحادثة وهي التي تتحكم في الجلسة ما هذه الجلسة؟ جلسة صياطين والعيد بالله هذه جلسة شياطين أي رقية هذه؟ أي رقية مسكين؟ المرضى الذين يتبعونه ويبجلونه ويضعونه في غير مكانه هذو مسكين لا يعرفون الأحكام الشرعية؟ لا يسمعون فتوى العلماء فيما يفعل وفيما يقول ارجعوا يا مسكين ارجعوا ارجعوا خافوا خافوا على دينكم وعقيدتكم وعلى عقولكم وصحتكم وأموالكم لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم فشهد فإني بلغت اللهم فشهد فإني بلغت اللهم فشهد فإني بلغت هذا لا أعرفه أصلا وليس بيني وبينه أي شيء ولكن هذا هو الدين هذا هو الدين يجب الأمر بالمعلومة أنهي على المنكر هذا هو الدين يجب أن ننصر دين الله إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم يجب أن ننصر دين الله ولو كان على الآباء والإخوة وعلى الأبناء وعلى أقرب وقريب ولو كان على أقرب وقريب أنا ما بيني وبين هؤلاء الذين أراهم الآن يتخبطون خبط عشواء ويأتون بالخزعبلات والبدع والظلالات ما بيني وبينهم أي شيء أصلا لا أعرفهم ولكن نحن نعرف الدين نعرف الكتاب ونعرف السنة ونعرف السلف فنحن نذب عن السلف نذب عن الرق الشرعية نذب عن كلام ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وإن أخطأنا فرد علينا بأدلة وإن أخطأنا فرد علينا بأدلة من كلام الله ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومن فتاوى العلماء الكبار الموجودون المعاصرون أو القدماء فهذا الفعل الذي فعلته واضح وضوح الشمس واضح وضوح الشمس بل هو واضح حتى عند الأعمى فلو أتينا بأعمى وقلنا له الآن في هذه اللحظة لو أتينا بشخص أعمى وقلنا له في هذه اللحظة توجد امرأة في هذه اللحظة تجهد للشيطان اسمه نزار يقول أعوذ بالله من الشرك لو أتينا بأعمى لا يرى لا يرى وقلنا له توجد امرأة في هذه اللحظة تجهد للشيطان اسمه نزار يقول أعوذ بالله من الشرك وأهلي أعوذ بالله من الشرك وأهلي فاتقوا الله في عباد الله واتقوا الله في المرضى المسكين ولكن الشبهات والشهوات تؤدي بصاحبها إلى المهالك يجد نفسه كأنه دخل في الشط دخل في الشط البحر ثم مشى ثم توغل 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 فلما التفت إلى الوراء وجد نفسه في وسط البحر فلم يستطع الرجوع فلم يستطع الرجوع فارجعوا قبل فوات الأوال ارجعوا بارك الله فيكم فالأمر خطير هذا الباب التعرقية أبوابه خطيرة إلى أين يؤدي لا يؤدي إلى المعصية فقط أو يؤدي إلى كبيرة أو يؤدي إلى سيئة أو كذا لا يؤدي إلى أبواب مغلقة عظيمة خطيرة جدا عليها الشياطين إما أن يؤدي إلى السحر فيصبح صاحبه ساحلا إما أن يؤدي إلى الشرك وإما أن يؤدي إلى أن يصبح صاحبه عراف وإما أن يصبح كاهنا وإما أن يصبح نجاما يعني إلى المهالك الخطيرة فقط التي تدخل إلى نار جهنم والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم فشهد فإني بلغت اللهم فشهد فإني بلغت اللهم شهد فإني بلغت فإن كان صوابا فمن الله سبحانه وتعالى وإن كان خطأا فمن الشيطان ومن نفسي ولا حول ولا قوة إلا بالله مبارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم وأنا أدعو الرقات الشرعيين الذين يخافون الله سبحانه وتعالى أن يحذروا من أشكال هؤلاء يحذروا من أشكال هؤلاء بالأدلة 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 فيكون التحذير من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح نحذر منهم بقال الله قال رسوله قال الصحابة لا نريد بعد ذلك شيء والله العظيم لله وفي الله ومن أجل أن ينجو هؤلاء المرضى المساكين الضعفاء الذين لا يعرفون أحكام الرقية الشرعية وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى سنتكلم عنها نقطة نقطة سنتكلم عنها نقطة نقطة بإذن الله سبحانه وتعالى في عدة دروس من أجل التوضيح ومن أجل التوجيه ومن أجل التنبيه والله سبحانه وتعالى من وراء القصد من وراء القصد يعلمه الله سبحانه وتعالى وبرك الله فيكم وأستسمحكم على الإطالة وحفظكم الله ورعاكم وجزاكم الله خيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من الأوبئة ومن الطاعون ومن الأمرار ومن الشهوات ومن الشبهات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأمة الإسلامية وأن يرفع عنها هذه الأوبئة عاجلا غير أجل اللهم ارفع عنها هذا الوباء عاجلا غير أجل اللهم لا طاقة لنا به اللهم إننا ضعفاء فقوينا اللهم إننا فقراء فغنينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم يا رب العالمين اشفي مرضانا وارحم موتانا اللهم يا رب العالمين تعلم بأننا ضعفاء ومسكين ولا طاقة لنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رب العالمين فكن عولا لنا اللهم يا رب العالمين بصرنا بعيوبنا اللهم يا رب العالمين وفقنا لما تحبه في الدنيا والآخرة واجعلنا من عبادك المتقين من عبادك الصالحين من عبادك المخلصين ومن عبادك المخلصين اللهم يا رب العالمين اجعلنا من الذين ينظرون إلى وجهك العظيم ويجلسون مع نبيك الكريم في الجنة النعيم ولا حول ولا قوة إلا بالله وبرك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته